السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ladies and gentlemen we are tonight's entertainment we are making fucking history tonight قبل ما نبدأ في موضوعنا ناس كتير هتسألني كنت مختفي مين حابب اقولكو بسم الله هتقولولي كنت بتزاكر لا أبا كنت بتعمليك كنت بتعولك خلينا نبدأ في الأغنية بتاعتنا تفشل يا مساهل الحال يا رب موسيقى اللي يفتمش اي حاجة وبعدين بيدهن ليه يا تحبيبي موسيقى اه تمام ها سائل خير يا رايس عايزين هترق وتحلى ترق وتحلى ترق وتحلى هنم مصر تبقى احلى هاني رمزي وورا تحيا مصر تقريبا الشرح كله تحيا مصر بخش الحمام تلاقي تحيا مصر شرح يا شبا يوفت اله تبقى احلى مساء الخير يا رايز عايزين هترق وتحلى لاشي طلع لك الشوكولاتات قد يا حديفي اجنعنا بالبتاع الاوفر اللازيزة دي الولاي البغلى اللي هناك دي والراجل اللي عجوز الشنطة بتاعتها وبعدين الراجل اللي عجوز المفشاخلي ده الم في خياتك يا حاج طروق وتحلى طفح الغلبة لعملية انتحارية دخلت بأم العربيات العربيات كلها طبعا وقفت لها لان احنا مصريين ما بنشرش بعد خالص والناس الشقيانين بالعدل اكيد ها يمشي بيقدم الرشوة فخر وعزة نفس اه بقدم رشوة ان شاء الله لو عالمين أبراه اه 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 متفاجر أبراه واحد ببضل اكيد فيه نقوه مش عارض اكمل الديناس كميل بنا المصانع وبنا المستشفايا خلي التعليم يليك بمقام المصريين من الواحد كل هم ومعصري تبقى أحلى تبقى أحلى كيوت أول احنا وقفنا عنده خلي التعليم يليك بمقام المصريين مش عادة في الصقر أولاية فعلا احنا الدولة 139 الحمد لله من ضمن 140 دولة شوف دي الفيزا بتاعت المصريين سيادتك يعني تخش تجيب أي حاية من السوبر ماركت وعيها بتتصغرب يعني انا جايبة الحاجات دي كلها من بطاقة التمويل طيب طبعا أي واحدة عندنا لابسة بمتالومة ديق ووراها واحد بيبص على مرزة مش عارف الصراحة ده بيبص على إيه لابسة شاكت ونضالة فهي دي تبقى سايحة طبعا ده واحد جاي من اللاشيق مسك الترابيش خطع على السياح طبعا وبدأ يورس بلوم رأسه حق الترابيش بيلمها من مقطع سياح بقى كده عايزين خير الأراضي لأدين الفلاحين بيأكلوا بعض ببقوهم ده قالت ذهب في أي مشهد مصري ده حاجة عادية بلواحد كلها من مصري تبقى أحلى تبقى أحلى مساء الخير يا ريس عايزين هترق وتحلى ترق وتحلى مسك إيده والبيت مسك إيد الراجل التانية ده ينجيجه الراجل طبعا حبيبة زي أي مصريين عاليين البت ماشي بوردتها والولا ماشي بالكيكة اقعق احنا إيه جايبين الجوانت إيه أنا وجاهزين جاهزين نحط إيدنا في إيدكم في إيد كل المصري فيكم في المصريين كلهم كان الأزيز ينط النطل طبعا زي أي فلاح وفلاحة ولاد فلاحين بيجروا بيجروا في الغيط عايزين شخارة بالكهرباء مطردتش خل ميتين ألو كده يزيحكو من على وشه تكون بعد مكانه الجيلاتي وفرحه ويرقوسه كلها كلها رأسة رأسة إيه وطبعا البيت دي لأيت نفسها من شوية الجيلات اللي باعتله خمس ستة آلاف جنيه خمس دقائق دورة شغالي معاك ياما والله مصر اليوم القيامة محفوظة ده مش كلام وهنوصل بالسلامة بس محدش ينام عايزي نشارع نضي طبعا إحنا كلنا كمصريين ما قدينا هاي فهم مش عادة بنشارع لمين وشباب يحلم يضيب ولو مرخ خلاف نايب أخلاف باحترام او بيبوس ايدي وشي وظهر ان هو طالع من ميتين أبوها كان هيختفوه هناك الناس مش بلعد مين يا صنع شوون الطلبة مش هتطلع بالأدم هتخش شوون الطلبة تطلع عنابي بردو هعملو في كيه